رياض محرز بيتكوفيتش قال بأن محرز هو من طلب عدم استدعائه من أجل التفكير في مستقبله مع المنتخب الوطني الجزائري وقال بأنه تحدثت مع محرز مطولا وهو يعاني بدنيا ولم يسترجع إمكانياته بعد ما رأيك في هذه الكلام؟ من حقه محمد رياض محرز لعب من طيراس آخر حتى وإن ماهوش يمر بفترة جيدة في ناديته وفي السعودية من حقه أن يطلب عدم استدعائه؟ من حقه محمد مباراة ودية محمد؟ ليس من واجبه أيضا أن يحضر في أول تربص يساند الناخب الوطني الجزائري هو ليس لاعب عادي وقائد للمنتخب يتحدث مع بيتكوفيتش يستقبل لعبين الجدد يحاول تأطيرهم يحاول حتى وإن كان يريد الاعتزال يحاول أن يعطي المشعل لهؤلاء الشباب ما ليس رطي له سؤال لحسين؟ حسين تفضل ما ليس رطي له سؤال لحسين؟ لا شيء إبراهيمي والله ما رح نهضر لك على إبراهيم سح جاوبني بصراحة نحي بوليفيا ونحي أندورا رح نواجه في هذه الدورة الوديعة رح نواجه الأرجنتين ورح نواجه البرازيل محرز يطلب الإعفاء؟ يجي إلى أبراهيمي لا مشيه يعني مشي من حق وما تختارش المباراية هذا المتخب وضع نحن لا ندخلوش في الأوهام وما نعيشوش أمر ما راهو صاري يعني تدخل لي لو كان هذا أمر ما قدرش أنا يعني هذا أمر افتراضي لكن الشيء المهم والإيراني نشوفه أنا رياض محرز هذه الدورة ودية لو تجيب رياض محرز يعني مع المجموعة رح يقطع صفرية كبيرة من السعودية إلى الجزائر ومن بعد يزدعاودي يرجع يعني من ناحية البدنية هو أرى وتكلم محمد وش قال لك؟ قال لك من ناحية البدنية من ناحية البدنية رياض محرز ما هو لاش يقدر يعني يروح لك يعني للجزائر يزدعاودي يروح للسعودية هذه أشياء كلها رح تتعبوا وهذه أشياء كلها رح تلعب له الدور غير مهم في النادي تعلي هو النادي الأهلي لما تكلمت عليه فارس هي الأمر كلها أموال محمد في المستوى العالي الأمور كلها أموال لماذا عدلي يحبي العب في المستوى العالي كما قال هو يعني لا أعتقد أن قرار محرز له علاقة بالمال في هذه القرية لا ليس المال محمد لازم يواجه لازم يواجه الإدارة إدارة نادي الأهلي لازم يواجه الجماهير لازم يكون عند حصن ضمنه محمد شكرا ما يخلصوا فيه ليس المنتخب الوطني هذا أمر استثنائي دعنا نتفق بأن رياض محرز لا يؤدي بذلك الشكل الباهر الذي كان يقدمه في إنجلترا رياض محرز مغضوب عليه في النادي الأهلي في النادي الأهلي أحيانا يقدم مباريات جميلة وإحصائياته تكون عالية وأحيانا أخرى يمر جانبا ولا يؤدي البلاء الحسن لا تعتقد بأنه واحد من أسوأ المواسم في تاريخ رياض محرز هذا الموسم الذي يلعبه في سعودية لا محمد من ناحية الإحصائيات ليس الأسوأ لو ترح ترح في النادي الأهلي اللاعبين الكبار لرغم ماها فارمينيو وسام ماكسيما واللاعبين آخرين إلا كيسي كيسي هو رقم واحد لا ليس مقارنة بزملائه وإنما مقارنة بالمواسم الكبيرة التي كان يؤديها محرز في الدولة الإنجليزية لو ترح في محرز دولة إستر سيتي أو محرز مونتشيستر سيتي محرز الأهلي بعيد كل البعد عنه يمكننا أن نسمح لفارس دو سيقون يمكننا أن نتسيب لأنه ينون كونفوكاشن با ربورة سنستاتي دو ماندا ما يجيش هو سبق دو ماندا ما يجيش لما نشوف أنت هنا سليماني اللي قريب لك في المنتخب مبال مبالحي مبال فغولي مبالحي مبالحي خلالي مبالحي خلاص خلينا نكمل الفكرة لما تشوف أنه نواة واحد نواة كانت متشكلة داخل المنتخب وبعدة ثلاث أطراف منها ما منتتشك بلين ترك طرف الرابع القوي فيهم ذوك اللي طرواه بلي تنحاو وقعت انت الرابع وطوماتيك منتخب كن حالة رياض محرز ذاتو شبه حالة لاعبين آخرين وفي كاسهم إفريقيا طاحت يسعورك وأنه مصاب منذ ذلك الوقت وفي ذلك الوقت قالوا أنه ليس مصاب الحارس ومنذ ذلك الوقت هو مصاب في نقطة محرز نظن أنه كل اللعبين اللي تنقلوا من بطولات الأوروبية إلى البطولات الخالجية نقص مستوى بطريقة رهيبة رونالدو لهو يعتبر ماكينة رونالدو لما بدنيا نظن أنه محرز نعم 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 لاعب أو لاعبين أو ثلاثة ماكسيموم نظن أنه محرز نخفض مستوى بدنيا بطريقة رهيبة نعم نعم دوري السعودي باستثناء كريستيان ورونالدو اللي دائما عنده طموح عنده بشيدي الأهداف ويخلي البصمة تاعه عبر التاريخ باقي اللاعبين الدوري السعودي بالنسبة إليهم هي محطة تقاعد وفقط وجمع أموال أكيد 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 تم محرز هل تعتقد أنه محرز لديه نفس تحفيز الذي كان يملكه في نادي منشستر سيتي يلعب على ربي الطابط الأوروبا على الدوري الإنجليزيس هذا المنظوم وعنده ويوجه للمنصب الأساسي أسبوع اللي بعده يواجه تشيلسيل أسبوع اللي بعده يواجه توطنهان ومتابعة في الوزن بارك الله في كل حاجة بالتفصيل ما كاش مقارنة يحدث له تقريبا نفس الأمر الذي يحدث مع بن زيمة بن زيمة أيضا تقريبا اختفى بعد رحيله من ريال مادريد اختفى لذلك التحفيز ليس نفسه التحفيز يلعب دور مهم ومهم جدا بالنسبة لللاعب هناك انتقادات واسعة أيضا لرياض محرز في السعودية تحدثنا في هذا البرنامج قلنا أحيانا تكون الانتقادات منطقية وأحيانا تكون غير منطقية وغير موضوعية لكن بالنسبة لي أنا لا أقارن رياض محرز بأقرانه وبزملائه في النادي السعودي لو أقارنه بهم طبعا أفضل منهم لكن أقارن رياض محرز الأهل السعودي برياض محرز مانشستر سيتي برياض محرز ليستر سيتي حتى برياض محرز الذي كان يلعب في لهاب في الدور الفرنسي أعتقد بأنه من أسوأ مواسم رياض محرز لا أدري ماذا حدث له عملية الانتقال لم تكن موفقة لحد الآن الشطر الثاني من الموسم غير موفق تماما ما حدث له في النادي وانخفاض مردوده في النادي انعكس على المنتخب ثم ما حدث له مع المنتخب الوطني الجزائري وإقصائي من دور الأول في كأس منفرقيا انعكس أيضا على نفسيته وعلى معنوياته وانعكس أيضا على مردوده فوق أرضية الميدان لما عاد إلى السعودية لم يؤدي بالشكل الجيد هذه كلها عوامل ما تكلمت عليها المفروض تتكلم على كل هذه العوامل التي واجهت رياض محرز تعرف باللي هذه المرحلة هذه الدورة الودية للمنتخب الوطني لما طلب الإعفاء شيء جدا عادي بنسبة له محمد يتعرض لعدة ضغوطات ضغوطات أن هذا النادي يصرف عليه أموال باهضة وكبيرة يعني لو ما لعبش يعني مدة قرابة عشرين يوم في نادي الأهلي لما عاد يعني العودة تاوه كان تدريجيا لما استرجع لعافية تاوه المشكلة على اللاعبين اللي يلعبوا في المنتخبات الإفريقية دائما عندهم مشكل مع النوادي تحهم أنه غياب لمدة شهر هذا يكلف الكثير بالنسبة لخزينة النادي وبنسبة لأداء النادي لأنه لما تجلب لاعب مهم وتجلب لاعب يدير لك الأشياء الإضافية ويمدلك الأشياء الممتازة فوق أرضية الميدان ويغيب عليك شهر مدة شهر يقدر يكون فيها خمسة مبارايات في المستوى العالي يقدر يكون فيها ست مبارايات هذا شيء جد كبير بالنسبة للناودي الكبير رياض محرز محمد راه أمام ضغوطات جد كبيرة بالنسبة لإدارة نادي الأهلي والجماهير المحبة لهذا النادي لأن الأهلي محمد نادي عنده قايدة جماهيرية كبيرة نادي الكبير في السعودية وعلى غيره زي ما نذكره لما يوسف بليلي لعب التمى كانت عنده انتقادة لا دعا أي لعب يلعب في هذا النادي دائما ما تكون عنده انتقادة نادي الهلال نادي النصر نادي الأهلي نادي يلعب فيه بنزيمة كما تكلم آمين اتحاد هذا نادي كلها كبيرة في السعودية محمد